إلى فقرة الصحة والجمال لهذا الصباح نتحدث عن الطماطم لجمال البشرة ونظارتها الطماطم من المكونات المتوفرة في كل المطابخ كما قد نتناولها بشكل يومي خلال نظامنا الغذائي لكن هل تسألنا في يوم من الأيام ما هي أهم فوائدها الجمالية للعناية بالبشرة؟ عمرك تسأل في حنياته؟ أنا دائما أتسأل أنا بحبها بصراحة بذاته ما تكون شوية خضر الطماطم معها بس باسي أخضر شوية كبزة أو شوية كمونة والوصفة كل يوم ونحطها ونطلح الزحاوك تعاني على الزحاوك هذه أكثر برحلة ما كنا نعيش في أطيب ممكن أن نوصفه مع الطماطم طبعا بالإضافة أنه مذاقها مميز في طبخاتنا وأيضا الخواص التي تتميز فيها الطماطم هي خواص فعالة لتحسين مظهر البشرة وحمايتها من التلف فهي غنية بصبغة الليكوبين التي تعاد من مضادات الأكسد القوية التي تساعد على حماية البشرة من أثار الأشعة فوق البنفسجية كما تعمل على تأخير ظهور التجاعد والوقاية من سرطان الجلد مش حارفين نحكي اليوم نعم كما تحتوي أيضا كذلك الطماطم يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي والذي يساعد على شد تراهلات الجلد والحفاظ على النظارة الطبيعية فاكتشفي أهم فؤية الطماطم للعناية بجمال بشرتك وهي كالتالي نعم بداية علاج فعال لحب الشباب لاحتواءها على حمد السلسلك وتعد الطماطم من أفضل المكونات المجربة لعلاج حب الشباب حيث يعمل حمد السلسلك على تجفيف البثور وإزالتها سريعا كما تتميز الطماطم أيضا بخواصها القابضة مما يعمل على تنظيم الإفرازات الدهنية بالتالي يقلل ظهور حب الشباب وإذن من فوائدها الأخرى هي أنها تساعد على تفتيح لون البشرة مما يعني أنها تساعد على إزالة آثار الندبات وثانيا أنها تستطيع أيضا الطماطم على تصغير المسام الواسعة والتي تعمل على جذب الأوساخ والجراثيم مما يزيد من فرص الإصابة بحب الشباب وظهور البثور إذا كنت تعانين من المسام الواسعة على البشرة استخدم الطماطم للتخلص من ذلك فتتميز الطماطم بخواصها القابضة مما يساعد على شتى رهولات الجلد وتصغير حجم المسام الواسعة أيضا تقلل من الإفرازات الدهنية كما تحدثنا من قليل ممكن أن نستخدمها كماسك على البشرة أو قناع على البشرة ونحط الطماطم بعدما نهرسها وتنحط على البشرة لحتى تساعد بتقليل الإفرازات الدهنية خاصة لأسيدات اللي بيعانوا من كثرة الإفرازات الدهنية في بشراتهم بعض السيدات يعني بيكون مثل الزيت على بشراتهم وهذا بيعمل على ظهور حبوب الشباب بشكل أكتر نعم أيضا رابعا ستساعدكم الطماطم هذه معلومة ربما كانت جديدة لدى الجميع هي علاج حروق الشمس وبتعمل الطماطم كعلاج فعال لحروق الشمس فمحتوى الغني من صبغة الليكوبين لا يساعد فقط على حماية البشرة من الأثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية متما تكلمنا لكن تعمل كذلك على تهديئة البشرة وتقليل لإحمرارها بعيدا عن استخدامها الخارجي على سطح البشرة يجب أن نتناولها خلال وجباتنا اليومية لأنها تساعد أيضا على ممكن مد الجسم بالفيتامينات المتعددة إزالة البقعة الداكنة أيضا هي من ضمن الاستخدامات التجميلية للطماطم يمكننا استخدام الطماطم لإزالة البقعة الداكنة التي تظهر على البشرة نتيجة للتعرض المباشر لأشعة الشمس كما تساعد على تخلص من التصبغات المزعجة التي تظهر على أي مكان في الجسم حيث تحتوي الطماطم على خواص فعالة لتفتيح البشرة واستعادة نظارتها وتساعد أيضا على توحيد لون البشرة بفضل احتواءها على فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز إنتاج الكولوجين والوقاية من آثار الحر نعم هذه المعلومة تكون جميلة جدا لكثير من الصيدات التي يحاولون استفلوهم الفونديشن لكي يوحدوا لون بشرتهم وخلاص كلوا الطماطم خلاص طماطم حياتكم حلوة أيضا بمفؤية الطماطم أنها تستطيع على تكشير الجلد الميت فتتراكم طبقات الجلد الميت على سطح البشرة مما يعيق امتصاص العناصر الغذائية والمرطبة لتفقد البشرة نظارتها ومظرها أيضا الجذاب والجميل باستخدام الطماطم يمكنك الحصول على مقشر طبيعي فعال للتخلص من طبقات الجلد الميت واستعادة نظارة وحيوية البشرة أيضا تؤخر ظهور التجاعد لأنه تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من أثار درجات الحرارة على البشرة مما يضمن لنا بشرة صحية أصغر سنا ويجب علينا أن نحرص على تناول الطماطم خلال غذائنا اليومي للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية لنظارة البشرة وكما تعمل أيضا صبغة اللايكوبين على سرعة وصول الأكسجين والعناصر الغذائية داخل خلايا البشرة مما يجعلها أقل عرضة لظهور التجاعد هذه أجمل فائدة نعم توقع أن الناس لا يأكلوا طماطم أو التي تحب أن تأكل الطماطم مطبوخ مثلا حاول أن تكفروا منها في السلطة حتى تضعوها على شرائع نعم أنا أحب مثل الطفاح عادي بأكل طماطم مثل الطفاح ملع عليك أنا أكون زمان أكلها كذا مع شوية ملحة بدون ملح مثل الطفاح مجرد لا أشتري طماطم أو تكون موجودة بأكل يعني الطفاح أنا لا أحبه بقدر الطماطم فأنا بأكلها جميل جميل معلومات جميلة أنا من أيام أنا صغير بأكلها كنت أكلها مع عرشة ملحة دائماً حمر حتى بالفواكه والخضروات أنك لا تقطعها وتقشرها بالسكينة تأكلها مثل ما هي فكيف لو كمان كانت عندك شجر الطماطم حوالي البيت وتأكلها بس تغسل الطماطم وتأكلها هي شوية الطماطم نحتاج لها عناية أكثر لما تكون مزروعة في البيت أنا كنت جربت زرعتها زمان في البيتنا بتجيب نسة وبيتجيب حشرات صغيرة على الأقل اشتروها اللي مش حابين يزرعوها يشتروها بس برضو جميلة جميلة أنك تزرع في البيت جميلة أنك تزرع حاجاتك في البيت مثل ما تكلمت سمع تكون واثق أنه لا يوجد سم لا يوجد أي شيء ممكن تأتي لفوقها لا يوجد هرمونات لا يوجد هرمونات لكي تكبرها أو تصغيرها لكي تكون لونها لا يعرف مختلفة تكون حقك ما تذهب عندك في البيت جرجيرك خضرتك القشمي حقك الحاجات البسيطة الكبزرة النعنعة هذه الحاجات في بعض البيوت ما هي القشمي؟ قشمي شيء مثل الجرجير تقرمشيها مع الأكل مفيدة جدا أي أوراق خضراء عموما نتكلمنا في الحلقة السابقة أنه أي أوراق صدراح أن الخضروات يكون جميل جدا الحياة الريفية الاكتفاء الذاتي يكون عندك مزرعتك فيها الخضروات والفواكه والدجاج وممكن الأذنان نحتاج لك خلاص كنتري سايد نروح يعني ملينا من المدينة بدنا شوية الريف وأجمل أريافي الأرياف الجمنية أيضا جميل جدا هي التربة التربة كانت مختلفة